نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء بشأن صدور قرار بهدم مصرح عن نفورة بدار الأبرة المصرية وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وضارة الثقافة والتي شددت على أن يجرى حاليا العمل على تطوير المصرح استعدادا لانطلاق الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية ذلك خلال الفترة ما بين العشرين من أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر المقبل شكرا